السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون نهاردة الحلقة رقم 15 وبنقول اللي عام عمالة بتجري واللحظات بتجري والإنسان بيندم على كل لحظة جميلة عاشها في حياته من غير ما يغتنمها في أي شيء يقربه من ربنا أو أي شيء يستطيع أنه يقدم بخدمة لدينه أو وطنه أو لنفسه فربنا يكرمنا وكرمكم ويجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله فقد قال صلى الله عليه وسلم خيروا الناس من طال عمره وحسن عمله وشروا الناس من طال عمره وساء عمله ربنا يختم لنا ولكم بخاتمة أهل السعاد كلمنا عن موضوع علو الهمة وعن مسألة السابقين الصدق أن أنت في سباق حقيقي ناس كتير مش داريانة بالسباق دو لكن العقلاء الأهل الفطنة والذكاء الناس اللي فعلا شايفين الأخرة صح وشايفين الدنيا صح وزي ما قلت لك قبل كده عشان الدنيا تتضبط معاك والأخرة تتضبط معاك حط كل حاجة في حجمها الطبيعي حجم الدنيا إيه وحجم الأخرة إيه جاء ذلك في حديث واضح لحبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا جميعا بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند مسلم ما الدنيا كل الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع وقال صلى الله عليه وسلم كما عند التلمذي بسند صحيح لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناحة بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر وتحضرنا كسة جميلة هنا الحافظ بن حجر رحمة الله ورحمة الله وسيعة اللي الناس كتيرا نتعافش عن الحافظ بن حجر إنه كان قاضي القضاء في مصر وهو صاحب كتاب فتح الباري شرح الصحي البخاري وهو إمام عالم من أئمة الحديث الذين يعدوا على أصابع يد ففي يوم الأيام هو خارج لمنصة القضاء قبل واحد يهودي فقال له يا أيها الإمام أريد أن أسأل عن شيء قال ما هو؟ قال سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر وأنت في تلك الأبهة والجمال والثراء والمنصب والجاه وأنت مع ما ترى ما أنا فيه من البؤس والشدة والشقاء والضنك والفقر ووضع صعب جدا فكيف تفسل قول نبيكم؟ فقال الحافظ بن حجر ويسمع الكلام الغالي ده بس بعدما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بن حجر يا هذا أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء والصيت والغنى والشهرة أعتبر في سجن لو ميت على التوحيد أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم وأنت مع ما أنت فيه من الشدة والشقاء والضنك والفقر والضيق تعتبر في جنة لو ميت على كفرك بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم فقال اليهودي أَوَ كَانَ نَبِيُّكُمْ يَقْصُدُ ذَلِكْ قَالَ أَجَلْ قَالَ فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر لذلك نوع السلام يواصل بقول قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقلنعه الله بما آتاه ويقول صلى الله عليه وسلم شو بقى يعني من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود كما عنده الترمذي بسند صعيح يدخل عليه ووجد يجد النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة يجده نائما على حصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف ابن مسعود مستوعب الموضوع هو الصحابة يعني سيد ولد آدم خير من وطأ الثرى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير ويؤثر الحصير في جنبه فقال يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا فأقول صلى الله عليه وسلم ما لي ولد دنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها تقول أمنا عيشة كما في الصعيحين كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رسق آل محمد قوتا يعني ما يكفر الطاضي وخلاص مش عايزه غير كذا سبحانه الملك ومات النبي كما في الصعيحين مات النبي ودرعوه مرهونة عند رجل يهودي على ثلاثين صاعا من شعير وكانت أمنا عيشة كما في الصعيحين تقول لابن أختها عروبن الزبير والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلوى الهلال تلوى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقضوا في أبيات رسول الله نار فقال فما كان يعيشكم يا خالق كنت عايشين على إيه قالت على الأسودان على الأسودين ما كان يعيشكم يا خالق قالت الأسودان الطمر والماء يا الله وده مين سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أنتصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فالدنيا مش مستاني لاحد ينشغل بيها عشان ينسي أخرته لا انشغل بالهدف اللي احنا حددناه انت طالب جنة ومش أي جنة لا انه بعسان دلك كما عند البخاري فإذا سألتم الله الجنة لو كنت بقى طالب جنة خب بقى الحتة لنبن أهلك فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجروا أنهار الجنة وصقفوه عرش الرحمن جل جلاله يبقى طالب جنة وعندك همة عالية وزي ما قلت لك من أراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد أن يكون في المنزلة العليا في طالب العلم في العبادة في الدعوة إلى الله ثلاث حاجات كرس جهودك عليها زبط نفسك استعد هتنطلق الصفارة إنت من الآن من اللحظة دي أنت تائب إلى الله سبحانه وتعالى أنت تبذل كل ما تستطيع لكي ترضي الله عز وجل وكي تفوز برضوان الله سبحانه وتعالى تكلمنا في المرات السابقة والنهاردة الحلقة رقم 15 تكلمنا عن علو الهمة وعن السابقين وتكلمنا عن علو همة الشباب وقلنا أنت محاصر من جميع الجهات هتتكلم عن الشباب خذوا علو همة الشباب يعني تكلم عن الصبع الصغر خذوا علو همة الصبيان علوه همة النساء علوه همة الشيوخ الناس الكبار كل دول كان عندهم همة عالية جدا لكن اتحرك انت واتحرك انت علشان ربنا يكرمنا ويجمعنا وإياكم مع النبي على الحوض ثم في جنة الفردوس التي فيها ما لعينه نرأت ولا اذن سمعة ولا خطر على قلب واشر نبدأ الموضوع نبدأ الموضوع بس اتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم انا هبدأ لك بعض النمازج البسيطة جدا من علوه الهمة ومش هبدأ لك من عصر الصحابة انا هبدأ لك من قصص بني اسرائيل ايه رأيك تخيل سبحان الله كلكم تسمعونا طبعا عن قصة اصحاب الاخدود وعن الغلام غلام الراهب هذا الغلام سبحانه الملك والحديثه الهواء البخاري ومسلم واللفز المسلم الغلام ده قصته عجيبة جدا انا احكيلكم كده طبعا باختصال لان الموضوع محتاج برس كامل يعني الغلام اصحاب الاخدود غلام له قصة عجيبة وعنده همة غير عادية غلام ده يعني y disparities يعني كان عنده كم سنة مثلا من تلات سنين إلى تسع سنين نقول تسع سني تخيل غلام تسع سنين كان سبب اسلام بلد باكملي باللعلك يخطر على بالك يخطر على بالك غلام تسع سنين يكون سبب من البلد دي كلها تسلم لله وتواحد الله حزوجل طب مال dato حنا نعمل ايه لكل ما غلام تسع سنين يخلي ام كاملة تسلم لله حزوجل احنا ايه اللي اقدمناه يوم من موت ونرقى الله حزوجل يسألنا عملتوا ايه قدمتوا ايه لخدم الدين نقول ايه والله جدا حاجة تكسف يعني الواحد ساعات يقعد يفكر كده العمر اللي عاش ودوت والأيام اللي قضاها وإحنا لم نقدم اي شيء اي شيء لخدم الدين اللي عز جل ده في ناس مش كمان ما قدمتش للدين ده في ناس لحد ناردة ما بتصليش تخيل يعني مش مصدق انه في مسلم ما بتصليش مش مصدق انه في مسلمة مش محجبة ولذلك تاخد بالك من حاجة يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها الدعوية عمره ما قاعد مرة يكلم المسلمين عن حكم تارك الصلاة يعني الحديث بين الرجل وبين الكوفر تارك الصلاة هو بيوضح لهم مسألة كده انه ما مداش درس مخصوص عن تارك الصلاة لان النبع الصلاة ما كانش يعني ما يخطرشه على باله أصلا انه في حد يسيب الصلاة عمرك في حياتك ويقرأ بقى سيرة النبع السلام ويقرأ قصص اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عمرك في حياتك وقفت على قصة صحابي واحد ما بيصليش انا اتحدى اتحدى لو لقيت واحد صحابي ما بيصليش عمرك سمعت انك تفوحدة في عهد النبع السلام متبارجة يعني النبع السلام جيل واحدة وقالها انت متبارجة ليه ده ما حصرتش حتى حديث اللي هو المشهور بين الناس العوام يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيد لما انظر منه الا هذا وهذا اشاره واجهة وكفين حديث اصلا غير صحيح بالمر وفيه اربع علال وسأل بقى اهل الحديث في الموضوع لو يعني الوقت كان يسمح كنا شرحناها فيه على الاقل اربع علال في هذا الحديث فلا يصح الحديث ده حال من الاحوال وان كان حسن بعض اهل العلم لكن الحديث حقيقة لا يصح ومن ضمن العلم خالد ابن درايك اللي دراوه هذا الحديث عن عائشة خالد ابن درايك اللي لم يدرك اصلا عائشة رضي الله عنه ورضاه فسبحان الله فاذا لم يخطر على قلب النوع السلام ان في يوم الان تكون في واحدة صحابية متبرجة او واحد من الصحابة ما بيصليش فالف فيه اسلام يا جماعة احنا بنتكلم في ابجديات اسلام النهار ده احنا بنتكلم الناس عن الصلاة وعن الحجاب وعن صلاة الرحم وعن بري الولدين دي ابجديات يا جماعة ده ألف فيه اسلام ده احنا مفروض لسه هنتكلم في حاجات تانية ده يا رب بير قال كنتم خيروا امتين اخرجت للناس احنا لحد الآن لسه يعني عايزين بس نكتهد على دعوتين المسلمين عشان نبقوا مسلمين ولسه بقى بعد كده عايزين ندعو الامم التانية عشان تسلم لله عز وجل النهار ده ستة مليار من ضمنهم مليار وثلاثمائة مليون مسلم والبقى كله يكفرون بالله يعني اربعة اخماس الارض يكفرون بالملك بالله عليك انت كرجل مسلم بقى رجل مسلم محب لله فالكبير جدا بين فعل من يؤدي ما عليه وبين فعل من يفعل هذا الامر حبا لله سبحانه وتعالى بص حتى الاحوال السلف اللي كانوا بيصلوا لما تسأل واحد كنتم تصلوا ازاي سألوا الحسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط اللي هو ادق من الشعر واحد من السيف والجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من امامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض ارواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله فاذا قضيت الصلاة لا ندري اقبلت ام ردت عليهم ده حالهم في الصلاة اللي يعمل كده لا يفعلها الا محب الا محب انسان وقب يصلي هو محب لله مسلم ابن يصار رحمه الله رحمه الله رحمه الله سعة كان بيصلي في مسجد البصرة وانهدي تلت المسجد فهرع الناس وهربوا ولما عادوا بعد ذلك يشوفوا مين اللي مات تحت الانقاض لقوا مسلم ابن يصار لسه جوه المسجد بيصلي وقفوا جنب لحد اما خلص صلاة وبعد اما سلم قالوا اما دريت قالوا اما فزعت قالوا والله ما دريت هو في حاجة حاصل لا 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 فيش حاجة حاصل ده يصلي بتيت المسجد بس وقع فيش حاجة فبزاي ليه مشغول بالله قلبه مشغول بالله انسان ما بيفكرش في اي شيء في الدنيا الا في الوقفة الوفى بين يدين ربنا سبحانه وتعالى وامثلة كثيرة جدا جدا انا نذكرها ان شاء الله في مسألة علو والهمة في الاستقامة لله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي بفضل الاسرحة تعالى شاهد في الموضوع ان احنا بكنا بالامة نارضة في ابجاديات الاسلام لا احنا محتاجين بقى ان احنا نرتاق شوي عايزين نعلى شوي عبدا ما نفضل طول عمرنا في كيش يوان عايزين نخش ابتدائي حتى وبعد كده نخش يا عداد وانسانا وبعدين بقى الفكريوس وعايزين نحضر دكتوراه عايزين نفهم يعني اسلام يعني انسان مسلم انت عارف في الحرب لما يجي العدو ويجي يمسك واحد او انت تمسك واحد من العداء فاول ما ترفعه تقول له ايه ارمي السلاح ارمي السلاح ارفع ايديك ارفع ايديك سلم يروح مسلم فهمت زيه وممكن يرفع لك راية بيضة واخد بالك فسبحان الله تقول له يمين يمين شمال شمال اقعد اقعد امشي يمشي ليه مسلم انسى المثل ده ولله المثل الاعلى فربنا امرك ان انت تسلم يعني تسلم يعني ليس لك من الامر شيء لا خيار لك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم انت لا تقدم بين يدي الله ولا بين يدي رسول الله يا رجل ده نهينا عن مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنك بمن يرفع رأيه على رأي النبي يعني انا اذكر لك في موضوع حديثين بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث الاولاني رواه البخارية عن ابن ابي مليكة قال كاد الخيران ان يهلك كاد الخيران ان يهلك ابو بكر وعمر ينهر ابيض كاد الخيران ان يهلك ابو بكر وعمر اي نعم ايه لا حصل قال جاء وفد بني تميم فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر يا رسول الله امر عليهم من اقرع ابن حابس قال عمر يا رسول الله بل امر عليهم من قاقع ابن معبد فقال ابو بكر ما اردت الا خلاف يا عمر فقال عمر والله ما اردت خلافك حاجة حصلت قالوا كلام وحش حصل اي مشكلة يعني في حاجة غلط حصلت ابدا كل ما في الامر صوتهم كان ارفعوا اعلى من صوت النبي بس صوتهم ارتفع بس شوي فنزل قول الله عز جل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعروا ينهر ابيض اللي اتنين خافوا لدرجة عمر بن الخطاب اللي كانت امنا عيشة بتقول عنه كان عمر اذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع واذا ماشي اسرع كل حاجة عنده واضح ورغم ذلك كان بعد كده سيدنا عمر لما يتكلم النبي كان يتكلمه كاخ السرار يعني يتكلمه بصوت محدش سبع اصلا حد اما النبع السلام يستفهمه يقوله بيتقول اي يا عمر فقوله بقول كده يا رسول الله ما يعاليش صوته خلاص بعد كده وورد في سبب هذه الاية ايضا عن ثابت ابن قيصر الحديث لو مسلم ثابت ابن قيصر ده مين ده الخطيب بتاع النبع السلام كان تيجي الوفود الوفود اول ما تيجي وتخش على النبع السلام يروحهم قومين واحد منهم يقوم اي الخطبة عصماء بقى كده قدام النبع السلام في يوم النبع السلام عشان يرد على الخطبة دي يوم اي اللي ثابت قم يا ثابت فاخطب فيهم يقوم ثابت ابن قيص ايهم وكان صوته قوي جدا جدا ومقنع ماشا الله شخصية يعني فكان يقوم يخطب فكان ماشا الله يؤثر جدا في الوفود ثابت ابن قيص صوته عادي صوته اصلا طبيعته كده فلما نزلت الآية دي بقى حب بلق بقى لما نزلت الآية دي رح حبس نفسه في البيت مراحش مسجد النبع السلام فنبع بيسأل عليه فبيقول من منكم يعرف بيت سابت ابن قيص فقال سعد ابن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن الموت قال أنا جاره يا رسول الله قال هل به من بأس هو مريض قال له ابدا يا رسول الله ده سليم قال فسأله من الذي حجبك عن مسجدنا وسلم عليه يعني فرح سلم عليه قال له رساله سلم عليك وبيقول لك ما الذي حجبك إيه اللي خليك ما بيجيش المسجد قال شره يا سعد قال ما هو قال تعلم أن تلك الآية قد نزلت للا ترفع صوتكم فوق صوت النبي إلى آخر قولي جل وعلا أن تحبط عملكم وأنتم لا تش قال وإني من أرفعكم صوتا فوق صوت النبي وما أراني خب بارك بقى وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار سعد ابن معاذ ما كان عليه إلي أنه خذ الكلام ده من ثابت ابن قيص راح بلغه بالحرف لنبع السلام فنبع السلام تبسم وقال ارجع فكله لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة شوف يا أخي تواصل الأرض مع السماء في وجود نبع السلام عشان كده مؤمن كان بتبكل انقطاع الوحي الفارق كان بيجي مع الوحي ده وواحد خافي أن يكون من أهل النار يجي الوحي يقول لنبع السلام ده من أهل الجنة بالله عليك تدركه إمتى الكلام ده فطبعا إيه يعني راح سعد ابن معاذ ونقل البشرة الجميلة ديت لثابت ابن قيص قال له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة ورح جيبوا في إيده ووصلوا لنبع السلام في رواية تانية عند أحمد أن النبع السلام مسح على صدر ثابت ابن قيص وقال يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة قلت بالله يا رسول الله قال فالك ذلك خلاص بقى تجهلش نفسه هتعيش حميد وهتموت شهيد وتدخل الجنة أو الفعل عاش حميدا وقتل شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يبقى مجرد لفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان محبط للعمل فما ظنك بمن يرفع رأيها تيض قوله ده النبع السلام يقول يقولك ده الكلام ده كان زماني عام من حدولاتي في عصر الزرة والإنترنت والأنت عايزت عايش نتانية ترجعنا عن عصر الجمال فالمفروض أن أي مسلم لما بيسمع بركة السمع والطاعة دي جماعة لها أثر عظيم جدا وحمد الكلمة النهار ده عن علوه والهمة فبنقول اللي عايز اهمتك تعلو في السمع والطاعة وهديك مسر بسيط بس بعد أن تصدها لحبيبك صلى الله عليه وسلم فاكر حضرتك لما إنما عصر حبي أن يجوز زايد بن حارثة لزينا بنتجحش يمكن أن يتعرف في حلقة قبل كده وزينا بنتجحش رفضت في الأول آه رفضت في الأول لكن بعد كده هم موقفين عند الحق أول ما قالت له رسول الله أترضاه لي زوجا؟ قال بلى قالت إذن فقد رضيته نفسي بما رضيه لي رسول الله صلع سنة و جوزها زايد وبعد سنة طلقت فجاءت الكرامة و جاءت المنحة الربانية من عند الله عز جل فلما قضى زايد منها وطرا زوجناكها فجاء الأمر بزواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم جاء هذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى كانت حتى تفتخر بقى على أزواج النبع السلام فكانت تقول زوجا كنا أهالي كنا يعني أنت اللي جوزكم النبع السلام أهاليكم الأولياء والأمور بتاعتكم يعني أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات ولها أن تفخر طبعا بهذا الأمر تعالوا خش في الموضوع وهو أمثلة بقى جميلة جدا من علوه وهمة السبيان سبحان الله في الحديث الذي رؤى البخاري ومسلم والأفز المسلم في قصة غلام أصحاب الأخدوط هاي اللي حصل باختصار شديد جدا عشان الموضوع ما يتقولش معنا إن كان فيه رجل ملك من الملوك وكان هذا الرجل بيعبد الشعب ده لنفسه يعني بيقول لهم أنا ربكم فالكل خلاص يعني اخترناك وهنمشى وراك فاختروه وقاله خلاص هو ده إيه الإله بتاعنا اللي احنا بيعبوضه قدر ربنا سبحانه وتعالى إن هذا الملك عشان يقدر أنه يضحك على الشعب ويفضل على طول مستعبده فكان عنده ساحر بيصحر للناس عشان يقنعهم بقراء الملك يعني كلام ده كل فالساحر ده كبر في السن خلاص وسبحان الملك يعني المفروض الساحر اللي كبر في السن ده يتوقع منه إنه يتوب إلا الله عز وجل ويلحق نفسه يعني يعرف ربنا ويقترب من الله سبحانه وتعالى عشان ما يخش جهنم لأن من صحر فقد كفر عيزا بالله السحر أحيانا بيلجأ فيه لأعمال كفرية عيزا بالله ولكن رغم بذلك السحر كان حريص جدا مش إنه يلقى الله عز وجل بأوزاره بس لأ ده عايز كمان إنه هو السحر ده كله يستمر كمان من بعضه فطلب من الملك إنه يجيب له غلام صغير ده مش معنى غلام قال لك أصل نقش التعليم في الصغر كان نقش عن حجره في نفس الوقت كمان إيه قال له غلام ده لو تعلم السحر وعنده مثلا تسع سنين هيفضل قاعد مثلا كمان خمسين ستين سنة مع الملك يخدمه ويسحر له ويعمله يبقى كده قضاء بدلا ما كله يجيب واحد تاني فقال إبغني غلاما عايز غلام أعلمه السحر المهم الملك عمل زي يعني تقريبا مسابقات حياة زي كده اكتشف الغلام ده زيك جدا 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 ابتدى يقول له اه طرنيم السحرية والكلام وطبعا السحرية يعني كلمات بقى يازم بقى شعوزة ودجل وكلام لا يدخل قلب بشر ثم الفطرة طيبة يعني وكل مولود مولود يولد على الفطرة طول ما هو صغير على الفطرة فأنت بلما يكبر فأبواه إما أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني لكن هو على الفطرة وده لسه بقى يعني غلام صغير وخبالك لسه على فطرته فمش قابل الكلام ده خارس ومش مستوعب كلام الساحر يقدر ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له أمرا أمر خير فهو معدي رايح من بيته رايح للساحر فرح معدي على واحد راهب والرهبان في هذا الوقت كان منهم من يعني المثلثة ومنهم كذا ومنهم كذا لكن الراهب ده كان الراهب الوحيد الذي كان على التوحيد وده من عجيب الأمور يعني كان الراهب موحد دي الله سبحانه وتعالى فكان فاتح بابه الغلام بطبيعته صغير وبيعنده حبه استطلع ومعدي لقى واحد راجل تسامته طيب كده شكله جميل وبيقول كلام حلو فعجبه الكلام فرح داخل استأذن ودخل عليه قعد معاه بدأ الراهب يكلمه كلمات بقى التوحيد الجميلة لا إله إلا الله لا معبودة بحق إلا الله وهكذا وبدأ يقوله كلمات التوحيد الجميلة التي تدخل قلب أي بشر فابتدى الغلام يستجيب وبقى مفسوط جدا يروح للساحر يسمع طراصم شركية يروح للراهب يسمع كلمات كلها توحيد فقلبه كان ميال جدا ليه للراهب لكن في نفس الوقت بقى يعني في مشكلة ليه كلام يروح للساحر يتضرب ليه لأنه بيتأخر عند الراهب وبعدين لما يرجع البيت تاني برضه بيعضع الراهب وراجع بيحبه فكان بيتضرب في البيت فكان بيتضرب هنا ويتضرب هنا شغال استيريو فقال لك لا لازم نشوف حل المشكلة دي فسأل الراهب قال له عمليه كلما يروح للساحر يضربني أرجع الاهر يضربوني قال له إن ذهبت إلى الساحر فسألك أين كنت كل حبساني أهلي هم الأخروني وإذا عدت إلى أهلك كلهم حبساني الساحر إذا هو ممكن الساحر ممكن الراهب يقول له أنه يجذب ومش كدبه حرام وحد يقول لك لا معلش بس فيه كدب ببيض لا مفيش لكدب ببيض ولا سود هو فيه مباحات للكذب إيه مباحات للكذب تلك مباحات ورد ذلك في الحديث لذلك المسلم إن نبع السلام أباحة لنا الكذب فيه ثلاث أنواع اللهم ما إيه أول حاجة الكذب على الزوجة في إيه في الأمور العاطفية فقط بتحبيني يا أبو فلام بموت فيك يحد يقدر ما يحبكيش خبالك يعني أنت عارف طبعا أحيانا الواحد يعني بتضطر وبيبغاز من عنا كيانا لازم تحب يعني وده بيفكرن بقصة كده حكاها أحد مشيخنا إن واحدة بقى من النوع ده شديدة بقى كده ومستعفية فحصرت خلاقة ومشكلة بينها وبين جوزها راحت مسكة العصاية وجار يوراه هو كان ما شاء الله راجل رياضي وكان محضة نفسه اليوم ده تماما اللهم في زواني انبطح تحت السرير فوقفه له بقى ما شاء الله زي فوقفه له بقى قدام السرير كده لو راجل اطلع لبرا فلا منش طالع وهنشوف كلمة مين اللي هتمشي طبعا كلمته هو اللي هتمشي لأنه مش يقدر يطلع من تحت السرير فشاهد في الموضوع أن أول نوع من النوع الكذب المباح الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية النوع التاني الكذب للإصلاح بين المتخاصمين قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب بالذي يصلح بين اثنين فينمي خيرا أو ينمي خيرا ويكون خيرا خطي قال لك فلان متخاصم مع فلان فأنت بتروح لفلان بقى أنت زعلان من فلان ده فلان بيحبك يا عم ما شاء الله وما بيجيبش ستجير بكل خير دواء حتى كان عايز يجي معي درقت عشان يصالحك بس خايف لحسن تصده معقولة آه صدقني وتروح للتاني تقول لابسي الكلام أصلحت بين اثنين متخاصمين بالكذب آركين حلال بل يستحب كمان النوع التالت الكذب في الحرب بمعنى أنت بتحارب دولة كافرة واتأثرت عند الكفار بيقول لك ها مخازن الإسلاحة بتاع بلدك فين فأنت تقول آه ده ربنا أمرني أن أنا أكون صادق وأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة يبقى لازم أكون صادق معهم وخلص على بلدي لا هنا الشارع أبحلك أن أنت تكذب عليه ليه حفاظا على بلدك وحفاظا على أهل دينك يبقى دي ثلاث مباحات طيب وهم بقى الراهب والموضوع والغلام ده كانوا فيين كانوا في دار حرب كانوا في دار كفر وخبالة فأبيح له الكذب فكان الغلام حلت المشكلة بقى فجيه مرة مرات الغلام حب يعرف هو الراهب ده أحب إلى الله من الساحر ولا الساحر أحب إلى الله من الراهب إيه اللي حصل كانت فيهم فجأة جبيرة جدا إيه اللي حصل في يوم الأيام الغلام خارج من بيته ورايح عشان يوصل لحد الساحر طبعا هي عرضها عن الراهب ففجأة لأ دابة كبيرة وقفة في الطريق ومنع الناس يروحوا أشغالهم وحايتهم فمتعطرين ورد في رواية الطبراني في الكبير إن الدابة دي كانت أسد خب بالك الغلام عندكم سنة حوالي تسع سنين واللي قدامه إيه أسد فعموما يعني عشان أنا شايف لوقتي خلاص خلص فهنعرف الحلقة اللي جاية إيه اللي حصل مع الأسد لكن عبال ما نعرف بكرة إيه اللي حصل مع الأسد عايزك من الليلة دي تخليك أسد أسد في طاعة ربنا أسد في الدعوة أسد في طلب العلم أسد في عبادة ربنا سبحانه وتعالى أسد في الصيام في القيام في كل ما يقاربك من الله عز وجل أيها السابق سلام الله عليك ورحمته وبركاته سبحانك الله أمه بحمدك